وحطت ايده فوق ايد نوال وهنا تصدم صيف كان جاي حساب ليه كتهضر ليه على رغط وكتقصدها بكلامه قالت ليه اقبال وما نخافش عليك ولدي نوال هي البنت المناسبة ليك وخدر الدكشي كامل ولكن كان عتعرف ان ولدي جاد هو المسؤول الوحيد في هاد شي حيث هو اللي عينه في الورد ولكن صافي هاد شي دابة غي سايل وحده هنا ودك الشي اللي بغه جاد انا اللي غنعطيه ليه ولكن عافاكم حاجة وحده كان طلبها منكم هي توضحوا حد لهاد العداوة اللي بيناتكم انا ما بغيتش يجي النهار اللي نموت فيه ونخليكم في حرب انا بغيت نسد عيني ونموت وانا مرتاحة ومعنية من جهتكم وتبس مات سيف انتر ايده من ايد نوال وقال هاد شي اللي عمره ما غاديكون وهي تقول له اقبال كيفاش قال لي هاسيف كيفا سمعتي قالت اقبال واش كترفض كلام قال لي هاسيف كلامك ماشي مهم عندي اصلا باش نرفضوه لما نرفضوش مشيت يا لالا وغبرتي 25 عام ودع برجعتي بلا حش مبلحية باش تمثلي دور الام اللي كتخاف على ولادها وهو يقول جات سيف عنده الحق ويلا باقى عندك غير شوية ديال الكرامة من اللي احسن تهزيها وتمشي من هنا وخرجي من حياتنا بمرة اقبال بقات غير ساكتة من كترة الصدمة دربات الحساب لكل شي إلا ردت فعل ولادها القاسحة وهي تقول نواه سمحي لي يا خالتي أنا درت بزاف ديال أغلاط في حياتي وكتشوف رغد وقالت واندمت حيت بسباب الطماعة ديالي اخسرت ناس من دمي ولحمي ولكن تعلمت واخد دمرت دار لي لعقلب وفيق داميري اللي كان ميت وانا ما يمكنش نرجع لسيف وخعار فهره مبقاش بغيه بسباب فعالي خسرته في الوقت اللي هو بغاني في الوقت اللي هو بغاني من كل قلبه وبغبائي خسرت حبه وضلمت راسه حيت ما كنش كان بغيه أبدا وهي تقول اقبال انا بغا غير مصلحتكم وهو يقول سيف إلا كنتي بالصح بغا مصلحتنا سيري من هنا وما تبقاش ترجعي وكملي حياتك اللي بديتيها بلابينا قال لي هجاد اه رجعي كملي حياتك وخلينا حتى حنا نكمله حياتنا وهي تقول اقبال بغيتوني نمشي باش تقتلوا بعضياتكم ياك سيف قال كون ما مشيتيش وخليتينا ما كانش هادشي كامل غا ديوقع كنتي غا تلقاينا بيه غير دابا وهادشي كامل انتسبة فيه واصلا كون كان حب ولادك في قلبك قاع ما تسمحي فيهون هاد المدة كلها وذا ببغيت الحب يكون في نحنا يلا بغيت تهضر وهو يسكتها جاد وقال سافي لما تبقيت قراء علينا الجريدة دي الحب والحزن والحرمان حيات سافي تقهرنا ودقها منه بكلامك اللي بغيت فرضيها علينا وقال لي هاسيف اه وتقدري تبقاي في دارك حيات انا غا دي نمشي من هنا وهي تقول واش ما بقيتش فيكم حرام عليكم هاد الشي حرام وبدا تكتبكي ومشات خرجات البرة كتجري سيف شنق على جاد وقال وانت اللي جاي هاجم عليها وكتقو نطلق مراتي حيات ما متافق معا اقبال حيات كتقولو نفس الكلام قال لي هجاد غير بعد ايديك هاد المرة انا ما متافق معا حتى شي واحد وهي تقولنا واي انت علاش بغيتي اختي تطلق قالت رغد باشي تزوج بيا وهاد الشي كامل داروه لقبل الفلوس كيف مادرتين تي هادي تلت سنين قال لي هسيف ابلا ما تعدى براسك السي جاد حيات رغد ما غنطلق هاش واخت حط الصيف على رقبتي قالت ناوان هاد الشي اللي كتدير فيه راه غالط صافي بارك عليك من هاد الشي كله واش مبقاش فيك ولدك اللي خسرتين ولا اصلا ولدتي حتى هو غير حلق بالفلوس خسارة جاد فقد اعصابه وقال انا ماكنش باغيه يموت واش حساب ليكم انا مبقاش فيه رغد قالت لي كداب ماكنتيش باغيه يموت ايوا وصيف اللي طلقتي عليها القرطاس بايد ديك واش حتى هو ماكنتيش باغيه يموت جاد قال كنت مضطر استغرب صيف وقال كنت مضطر قال له جاد اه اخويا كنت مضطر رغد مشات وقفات قدامه وقالت شنو هي الحاجة اللي خلاتك تعرض حياتنا جميع للخاطر وهو يقول جاد كاين سبابه راه هادشي كامل وسباب قوي ولكن مانقدرش نقول ليكم شنو هو قالت ناوان على قبل الورد هادشي راحنا عارفينو وهو يقول جاد لا الورد ولو صيت بابا عندهم دخل في هادشي هادا غير عضر درتو سيف خرج عينو وقال له كيفاش قال لي هجاد هادشي كامل ما درتوش حيث بغيت انا درتو بزز مني وماشي الخاطري وهو يقول سيف مش عارف راسكش كتقول قال لي هجاد حياتنا كلها مهددة بالخطر انا وانت ونا وال ورغد واحتى اخوتاتهم ريم وعابير واحتى هما داخلين في الموضوع قال سيف جاد واضحش بغيت تقول وهو يقول جاد كاين واحد الشخص بغيت ادمرنا جميع وانا باش نحميكم منو قبلت ندير داك شي اللي كيتلوم مني اولا كان غدي قتلنا كاملين ويحطنا في قبر واحد وهو يقول سيف وش عارف راسكش كتقول قال لي هجاد ايه عارف عارفش كنقول انا باش نحميكم درت راسي واحد خابيت وطماع ومجرين ومل فوق قتلت ولدي وخا كان بالغلاط والقصة بدات هاديربع سنين فاش كنت باقي فالمانيا وداك اليوم كان يوم عادي مشيت من الخدمة ومشيت للدار بحال كل مرة دخلت وانا للقبر ايات حت الباب هزيتها وبديت نقراها كانت كتهدر على عائلتنا وفيها جميع معلوماتنا الصغيرة وكبيرة وكانت رسالة تهديد كتقول الى ما اعطيتش مئتين مليون لصاحب الرسالة غاي جيني صندوق حدية فيه سيف خوله وهو مقطع طراف طراف وديك الليلة كانت اسوأ الليلة كندوزها في حياتي وقال ليه ايه لانت اصلت بالبوليس او لبخويا غا ديف الضيف نفس الليلة مشيت كنجري البنك وخرجت الفلوس اللي كانوا مطلوبين مني ومشيت حطيتهم في العنوان اللي خلا ليه وطلم اني نديرهم في ميكا ونديهم المكان النفايات ونلوحهم في الزبل وهو يقول له سيف بلاتي هو هدك تعطيه الفلوس وإلى ما عطتيهم شلي غا ديقتلني هو لكن كيفاش غا ديقتلني هو تمه قال ليه جاد لا خويا هو كين في المغريب ولكن عندو شي واحد فالمانيا حاطو بشي راقب كل تحركاتي قال لي سيف وفاش حطتي الفلوس مبقتيش باش تشوفش كون غيهزهم جاد قال لي لا مع الاسف كان دكي حيت حط جوجد العناوان واحد نحط فيه الفلوس والتاني خاسني نمشي ليه ونبقات الماء حتى يهز الفلوس وإلى تحركت من بلاستي غيصفيها ليك وكان كي سيفت لي تصاورك كل النهار باش نتأكد أنه قريب ليك وكي راقبك ويقدر يوفي بوعده المهم من بعد ديك ميتين مليون ولا كيطلب بالزار كل مرة وشنو كيطلب والمقابل هو يخليك عايش وبقى مدة سنة وهو كيهددني حتى خلاني ندخل في صفقات مشهوهة وتعرضت للسيزي وما بقيتش قادر حتى نمشي للبوليس هو اللي كيتحكم فيها وخاصة ندير أي حاجة كيطلبها وإلى ما درتهاش رك عارف الباقي الموحي عرف أنك تزوج دي وصيفتني المغري في أول نهار ليك مع نوال أنا جيت باش ننفد ليه المهمة اللي طلب مني وهي نفرقكو منتا وناوال ونلعب بعقلها ونخليها تبغيين وإلى خالف تكلامو نوال حياتها غدا تكون في خطر وبسبب الكينات اللي كان عطي الناوال اللي خلاوها بالعقل قدرت نتحكم فيها وولادك تدير أي حاجة كنتطلبها منها وديك ساعة حياتكم وولادك في أمان حتى النهار اللي طلب مني واحد الحاجة وما نفدتهاش ليه وهو يقول سيه شنو؟ قال جيت طلب مني ندخلك معايا ونقول لك على التهديدات باش حتنتت واللي تنفد الخطط دياله بحالي ولكن أنا رفضت وكان التمن هو الحريق اللي وقع في دار نوال ورغد هداك ما كانش حريق عادي إنما كان حريق مخطط ليه من قبل ومن بعد ركعار فيش نوقع وأي حاجة درتها كانت تحت طلب منه وطلب مني نتخلى على نوال بعد ما غرقتها بالدوايات حتى ولات مقادراش تولد مرة أخر نوال كاتبكي وقالت كيفاش؟ وهو يقول جات وطلب مني نفرقك على رغد ومن بعد نخليها تحمل مني والرصاصات اللي ضربوك فرجليك ما كانوش مني حيث الفردي ديالي كان خاوي ديك الساعة شي واحد آخر هو اللي ضربك ورهبا ينشكوه واختفت رغد حيث تطلب مني دك الشي ومن بعد مشيت كنقلب على ريان في العنوان اللي مشاليه موحادي وفاش عرف اني تبعتو أهرب وكنت باغي نخلعو بالفردي ولكن كنت فاجأ انه عامر وكان السبب في مقتل وولدي ريان وفي بلاست ما نبقى معاه ونديه ندفنو طلب مني نحجز رغد في واحد الفيلا اللي كانت من اختياره وكان فيها جهاز تصند داك شي علاش كنت مضطر داك النهار نكتب ونقول انه السبب هو الورد والوصية اللي خلى بابا وعرفت انه رغد كانت كتصند حيد درت كاميرا في الغرفة كتصور كل شي وهاد الكاميرا انا بوحدي اللي عارف انها كاينة والباقي رك عارفه وداك النهار فاش تصلت بيك وبلتليك انه رغد عند هاتو حي مزوينة هو اللي كانت لمني نخليها حتى تنعف ونشوف شي ضربة الى كانت في جسمها باش نستخدم هادا تقوم ونفرقها وخليت رغد حتى نشاد دوش ودخلت عليها على غفلة وبقيت كنقلب بعيني على شي حاجة تخليك تطيق انه شي حاجة وقعت بيني وبينها وفعلا انت تطيقتي كلامي وبسبب ذاك الشي انت تفارقتي معها ومن ذاك النهار مابقاوش وصلوني التهديدات من هاداك الشخص حتى اليوم عاد صيفت رسالة تاني وقال لي يابي اللي مهمتي مازالة ما كملاتش وخاسني نكملها وإلى ما كملتهاش غاد يقتلنا كاملين ويدفلنا في مكان واحد وهو يقول سيف وشكون غادي يكون هاد الشخص قال لي هجاد حتى أنا هاد الشي اللي بغيت نعرف شكون هاد الشخص وهي تقولنا وان حياتنا كلها وإحنا عايشين في كدبة قال لي هجاد نكونوا عايشين في كدبة حسن ما نكونوا ميتين وفي قبرنا دابة سيف كيشوف في جاد وقال انت رجعتي راسك كداب وطماع ومجريم غير باش تحمي نحن وهو يقول لي هجاد آه ولكن ما قدرتش نكمل آنف عينيكم دابة واحد ما كيسواش ومجريم وسمحوا لي حيات ما قدرتش نحميكم حتى الاخر ومن قدرتش نشوف البنت اللي كان بغيت كتت عدب قدامي حيت دمرتها وحطمت قلبها وخاهية كانت امراتك ومن قدرتش نشوفك أخويا كتبعد مني وحاط حدود بيناتنا كنت كل مرة كنقول هاد الشي غادي سهلي جاد حط ادو على خد ناوال وقال انا كان بغيك وخا حاولت ما نطيح شوف اخو حبك ولكن فشلت مشاعري كانت قوى من اناني نسيطر عليها وكرهت راسي كتر فاش خليتك تحملي مني ولكن شنون دير هوما كانوا كيتحكموا فيه وإلى ما درتش دك الشي اللي كي طلبوا مني كنتي غادي تموتي وطلبوا مني نمثل اناني كان بغيك انا ما كنتش كان مثل انا فعلا كان بغيك ومن كل قلبي بسحلي هاد موحا وعنقها قالت علاش بقيتي ساكت هاد المدة كلها قال ليه سيد كون قلتي لي نشنو كاين من لون كون بزاف دل حواج ما وقروش دابا وهو يقول له جاد لا خويا انا كون هدرت كان غايوقع اسوأ من هاكا وهو يقول له سيد ولكن شكون هادا اللي عندهم صلاحة دمارنا رغاد قالت دابا احنا غادي نلموت برجلينا وهو يقول جاد لا احنا اكيد غادي نلقاوش طريقة باش نقدو بها حياتنا سيف قال هادا اللي بغا يقضي علينا كي يعرف اي حاجة علينا ومعلوماتنا كلها عنده واي محاولة نديروها باش نقلبو عليه هو اكيد غادي توصلو الخبار وهي تقول رغاد وشنو غادي نديرو دابا قال لي هاجات اكيد ما غا ربعوش ايدينا وانت سناو حتى يصاي فترة رسالة خرابش يهرددنا احنا خاسنا نتحركو دابا قال لي هسيف هاد الشخص كين بيناتنا قال لي هجاد احنا غير ستا وهي تقول رغاد دابا حيات عابير وريم حتى هما في خطر قال لبناوا حياتهم في خطر وهو ما ما في خبارهم والو قالت لي هارا غد اخر مرة هدرت معاهم كانت قبل البارح وهو ما بيخير وما كيتش كاو من والو وهو يقول سي احنا خاسنا وقت باش نقدروا نستوعبو هاد الشي اللي كيوقع عاد نفكرو وهو يقول شا وخا وخا نفكرو اخويا ما غا نخرجو لحتى شي نتيجا ربع سنين وانا كنقلب وكنحاول نلقى ذك الشخص ولكن والو وما كيخليش الأدين لمورا وهي تقول رغد سيف انت مغدير والو ياك قال لها سيف ما تخافيش انا ما غاديش نطلقك وخا نعرف نقتل راسي وهي تقول نوار احنا نقدروا نكدبو عليه ونقولوا باللي انت طلقتي احنا نقدروا نكدبو عليه ونقولوا باللي انت طلقتي رغد وجاد دار ذك الشي اللي طلب منه وهو يقول جاد كون كان هاد الشي ممكن كون درتو منش حال هادي وما كنش غا نجي ونهز عليكم سلاح وهي تقول رغد جاب الله ما دام اقبال مشات اما كون تعرضات الشي نوبة من قوة هاد الصدمة اللي تعرضنا لها احنا جاد بقى ساكت وكيشوف في سيف وهو يقول سيف هاد الشي ما يمكنش يكون صدفة قال ليه جاد ما فكرتش في هاد الشي وهو يقول سيف انتو ما بقوا هنا وياكم تحلوا الباب لشي واحد حتى نرجع جاد هزل فردي ديالو ومشاو خرجوه وو سيف وصدوا الباب مورا هون والبنات بقوا كيت رعدوا في بلاست هون وخايفين على جاد و سيف اللي ما عارفين هونش فين مشا رجعت ناوال قلسات ودموحا على خطها ورغد قلسات حداها وحتا هيكا تبكي قالت ناوال هاد اللي كيخطط لهاد الشي حسابه مع سيف و جاد ماشي معنا احنا وهيد قول رغد وباش عرفتيها مسحات دموحا وقالت حيد جاد قال كيتعرض للتهديد قبل قاع من تزوج انا بسير رغد عقدات حواجبها وقالت وحيد انتي تزوج دي بي دخلو العائلتنا وحيد انتي تزوج دي بي ودخلو العائلتنا ولا دك الشخص بغين تاقم من نحت احنا ولكن علاش هاد العدوة كلها سيف و جاد شنو غايكونو دارو ليه وهيد قول ناوال باينا غا تكون شي حاجة كبيرة حيث هاد الشي داخله فيه الاقتيلة شوية وسمعو صوت الباب ونقضو من بلاستهم وهم مخلو عائلت ناوال قالت بلاتي ما تحليش الباب وهيد قول رغد لا مغاداش نحله جاد وسيف عندهم سوارد علاش غايض قول باب وهيد قول ناوال وشكون غديكون رغد قالت ما نعرف انا خايفة بزار وهيد قول ناوال وانا اكتر منك ما كانش عليهم يخليونا بوحدنا شوية سمعو صوت تليفون ديال الدار وهيد قول رغد شوية سمعو صوت تليفون ديال الدار مشات ناوال وشدت في ايد خطها ومشاو حدا التليفون وقالت انا غدا نجاوب ازاي جوب قد ساكتك تصنت وهو يقول مادام رغد حلي الباب انا معاد سيف سيفطني باش نبقى معاكم ناوال رجعت تليفون البلاستو وقالت هادا معاد كنت غدا نموت من الخوف مشات بخطوات متسرعة وحلات ليه الباب معاد ادخل وقال سيف سيفطني باش نبقى معاكم هو وصي جاد وهو وصي جاد تبعو مادام اقبال ناوال سدات الباب وقالت تبعوها وهو يقول لهم معاد اه وهي تقول رغد زع ما تكون هي الشخص اللي كيهدت جاد قالت ليها ناوال مستحيل هي رها الام ديالهم ما غا تبغيش لهم المضرة وتقاديهم قالت رغد هي اصلا كيفاش احتجت لهنا وعرفت قاعدك شلي واقع قال ليها معاد هي اصلا كانت عارفة الفيلا ولكن فجات لقاتها خاوية ومشات عند العساس وثولاته وقال ليها باللي سيسيف بوحده اللي ساكن هنا ودابا خارج وما كانش هنا وعطاها رقمي وقال ليها باللي انا نهو ساعد دياله غا نقول لك فين كان صافيت تصلت بيه و جات عندي وفاش عرفتها هي الام ديال سيسيف طريت نعود لها كل شي حي تثولتني وهي تقول له نوالي يعني اكيد هي ماشي دك الشخص حي تكون كانت هو ما غتمشيش عندك تثولك وهو يقول معاد اش من شخص؟ قالت رغد قصة طويلة ودابا احنا معرضين للخطر ودك شي كامل اللي داروا جاد داروا بالزز منه كانوا تعليمات كيت تعطاوليه وهو كينفدهم وهي تقول نوالي قلبي مقبوط عليه ما كانش علينا نخليهم يمشي قال لهم معاد انا غدا نتاصل بيهم وهو ما خاصهم يرجعوا ويعرفوا ان مدام اقبال ما كانتش عارفة وان وانا اللي قلت لي ها كلش خرج معاد والتليفون في ايده والتاصل بزيف والبنات بقاوا كيتسنى وحترجع وقال لهم باللي القاتل فنو مستود وهنا خافت رغد وقلبها ولا كيترب اما نوال فكانت كتر منها لونها رجع كله صفر بقاوا كيتسنى وهو ما خايفين دايز شحال دي الوقت اعاد جاء جادو سي دخل جادو قال مع الاثاق ووال نوال عن قاد جادو قالت كنت غدا الموت من الخوف عليك وهو يقول انا بي خير ما تخافيش رغد حضرات راسها ودارت جهة الدروش باش تطلع الفوق وقفها جادو قال من الاحسن تخليه رهم عصب بالساة شافت فيه وقالت ما نقدرش ومن بعد كملت طريقها وطلعت للفوق حلات الباب ودخلات دورات عينيها في البيت وملقات السي شوية سمعت صوت الدوش وعرفت انه في الحمان مشات قلسات فوق مننا موسية وبقات كتسنها تعطل ونعاس بدك يديها وعينها كيتغمضوا بوحدهم وبقات كتقاوم حتى استسلمات وحطات رأسها فوق المخدة ونعسات شوية خرسي من الحمان وهو كينشفرسو بالفودة شافر غد نعسف بلاشته علق الفودة في بلاستها ومشا عندها بخطوات مهيرة قلس حدا هاو بقى كيشوف فيها وهي غارقة في النعاس بقى ساهي وكيفكة كيفاش هي صبرات العدابه وقاعدك الشي اللي دوز عليها ودابة حياتها هي وخوتاتها ولات في خطر بسبابه هو وخوه والدنب الوحيد اللي داره هو انهم دخلوا لحياتهم هز ايده وبقى كيدوز فوق شعرها شوية بشوية بداك يقرب منها وبمجرد ما انفاسوا تقربوا لشفاية فرغت حلات عيني هوية كترمش بسرعة باش تأكد ان الشخص هو نفسه سيف قالت سيف؟ قال سمحي لي فيقتك عنقاته وقالت خليتيني كنت سناك كنت خايفة عليك بساك ما تبقاش تنشي وتخلييني انا ما نقدرش نتحملش يصدمه خرق وهو يقول انا معاك دابة قالت رغد بمجرد تفكير ان انا مهددين بالموت كان بغن حمارك وهو يقول لها سيف ماشي وانتي معايا انا غدي نبقى حداق وما غنسمح لحتاش حاجات وقع لك وفعلا سيف كان عند وعدو وفعلا سيف كان عند وعدوه ووجات ابقاوا مع البنات ومخلاوهم حتاش دقيقة دوزوا اسبوعهما في امان وبدون اي تهديد وطيلة هاد السيمانة جاهدوا سيف كانو كيقلبو يبحثوا على صاحب التهديدات ولكن بدون جدوى ما قدروا يلقاوا وايا وعرفوا ان داك الشخص دكي لأقصى درجة وماشي من تساهل يلقاوا ابقاوا كيتسنوا خطوتو التهنية شنو غدا تكون اما بخصوص الام ديالهم السيدة اقبال ابقات كل يوم كتجيل عندهم كتطلبو ترغب ودساوق فيهم ولكن قلب سيف وجاد جا جاد لعند سيف كيجري او في ايديه التليفون قال ها هو وصيفة رسالة فيها تهديد هافو خرج جاد وسيف وقال جاد ما تحلوش الباب احتالش واحد حتى تعرفو باللي معاد هو اللي كيدق قال ليهم سيف نص ساعة وغنرجعو وإيه لا قدر لنكشفو الرقم را غنعلموكم قالت رغد واخا وهي تقول نوان بما انه رجع هاد المرة اكيد ما غيمشيش حتى يوصوه راق طلاق في ايده هو دار بالحساب لكل شي قالت رغد تفاقلي وما تقوليش هاكا هما غادي بحثوا وغيعرفو شكون هوا تابع عندهم الرقم وغيعرفو دياني قالت نوان تلت سنين ضاعوا من حياتي غير هاكاك وهي تقوله رغد ما تنسيش باللي حتى اهنا ضيعت بسدار ولكن انتي بعداك انتي حرة اهنا اللي كنت محبوثة وكنت عدد قالت ليها نوان سمحي لي حيات اهنا اللي كنت ثبات في عدابك بقاوك يهضرو احتسم حتى ليكون هاكي سوه قال لي هاسيف قالوا جاوباتو قالت نعم شنو درتو واش قدرتو تعرفو الرقم ديال من قال لي هاسيف اه ومع الاساف الرقم طلع ديال وتقطع الاتصال رغد قالت ديال من قالوا سيف حضار حياتيها نوان التليفون ولقات الخطة بتحبس قالت خطع يمكن ما عندوش فايزو عودات التاصلات ولقات الخط مشغول وهي تقول سيف كان يلا غادي يقول الرقم ديال من وتقطع الخط قالت لي هانوان هايجين تسناول تحت غايكونو دابا في الطريق هابدو التحت ولقاوك يتسناو فيهو حتى سمعو صوت الباب وهي تقول نوان غاديكونو هوما ومشيت كتجري وحلات الباب بالزربا وكتفاجئ بمعادو اقبال دخلات اقبال وقالت فين ولادي وهي تقول لي هانوان خرجوا عندهم شي خدمة برا قالت رغد من الاحسن تمشي من هنا قبل ما يجيه حيتي لا شافوك وهي تقطعها اقبال وقالت انا ما جيتش باش نناخد منك الاذن هادو كرهم ولادي سمعتي يالله بغا تجاوبها ووقفتها نوان باشارة باش ما يديروش مشكي وقالت موهاد عايتنا ليكو القيناة تليفونك تافي قال اه دكش على الجيت سي جادو سي سيف خالصهم يعرفوا واحد الحاجة وهي تقول رغب بحا لاش؟ قال لي ها وصلتني رسالة تهديد وماشي غير بحدي حتى السيدة اقبال وصلتها نفس الرسالة قالت اقبال موهاد كلامه صحيح قلت مكنشي واحد بغايد حك معايا ولكن باش مشيت عند موهاد وضيت ليه الرسالة تفاجأت بلي حتى هو وصلته نفس الرسالتي دكشي على الجيت باش نعرف شنو اللي كيوقع فالضع وهي تقول رغب مع الاساس كلنا وصلتنا رسالة التهديد قالت لي هانا وان واخا تورديني هاد الرسالة وهو يقول معايد بدلنا الرقم ديالنا ومسحناها هيت كنا خايفين قالت رغب وشنو كان مكتوف فيها وهي تقول اقبال قال بلي اي لما بدلتش لمدينة وما تخليتش على سيف وجاد خلال 24 ساعة غاي سيفتنا الاقبر وهو يقول معايد وحتى انا نفس الشي قالت لي هم رغب صبروا قرب يتكشف كل شي ولكن علش تعطلوا قالت نوال عندك يكون وقعت لي هم شي حاجة شوية كيسمعوهم كيحلوا في الباب ناضت رغب من بلاستها وهي كتجرة لقات سيف وجاد في الباب ولونهم خطوف قالت واخيرا جيتو وهي تقول نوال عرفتو شكون قال لي هجاد ايه وهي تقول رغب شكون واش كنعرفوه يلا بغي يهدر جاد وهو يسمع صوت تليفون ديالسير قالت رغب هدرو ملكم ثاكتين جاد قال شوف شكون كيكتاصر وهو يقول سيه هادي رين رغد قالت اختي وحيدات ليه التليفون من ايده وجاوبات قالت رين حبيبتي هادي انتي رين كتبكي وقالت اختي وهي تقول لها رغد رين ملكي يكلا باف رين كتش هقبل بكا وقالت عابير وهي تقول لها رغد ادوين ما العابير شكاين قالت رين اختين تاحرات وهي تقول لها رغد كيفاش قالت رين عابير مشات اختي مشات رغد بقى تساكتة ولاحت التليفون وثيف شد رغد وقال شنو كاين رغد بقى تساكتة ودموحها لخدها نوال بدتك تغوت وقدقول اهدري شنو كاين قالت اختي ماتت اختين تاحرات نوال بدتك تغوت وهي تدخلها ناء قالت كان اعتذر منكم غنقابح هاد الجو الحازين بصدمة صغيرة إلا قبلتوها مني هادية قال معاد هانا جادي الله بغى يشدها من ايدها وهي تهز فردي فوجهه وقالت عرفتو الرقم ديال ياك قال سيف يحساب ليك غطفلتي بفعيلك دارت ليه اشارة وقالت ارجع اللور عندك يحساب لي كوم انتو ما عرفتوني بمجهودكو انا ماشي غابية باش نخبيه رقمي تنقول هاد المدة وفالاخر نكشفون صيفة رسالة تهديد مني وهو يقول جادي إذا هادي هي غطك قالت انا عاونت كنت القاومة حيت بغيت هاد اللحظة تجيب وصيفت نفس الرسالة لمعاد السيدة اقبال اللي عندها دور كبير في الحكاية حيت عرفتهم غايجي وكيجري ولهنة وهو يقول سيب باش عرفتي اسميتها اقبال قالت سولها هي تقول ليك وهي تقول اقبالي غير خليكينتي انا غنعود لهم الحكاية قال جادي الشخص اللي كيهددنا طول هاد فترة هو هناء ولكن ده بكيبان ليه ماشي بوحدها قالت اقبال نعرفكم براسي انا هي المرأة اللي اغتصبها بباكم من ثلاثين سنة وهي تقول هناء وانا اختكم ضحية الاغتصاب اللي ارتاك بباكم في حق ماما جادي بقى ساكت عقد حواج بوكي حاول يفهم وهي تقول اقبال بباكم دمر لي حياتي بعد ما وعدني بالزواج وخلاني متعلقة به ومن بعد مشو خلاني وتزوج بمرأ اخرى هي مكم زيند اللي فضلها علي انا قال سير يعني انتي ماشي قاطعاتو قالت معلوم ماشي مكم واحتنتو مطلعتو ماشي ساهلين وصعيب الواحد يضحك عليكم داك شعلاش مقدرتوش تقبلو انا ميمكم وهو يقول جادي كنت حاس بيها اقبال قالت شحال هادي من عام ونار الانتقام شعلة فيها ونهاره وقفت على رجلي وخططت من تاقم من بباكم كانت تفاجأ بموته ورجعت للور وفكرت بعقلي بباكم مات امكم بسباب مرضها كتموت يوم بعد يوم داك شعلاش قررت ان حقي غدا ناخدو منكم انتوما وهذا كان اقتراح بنتي بعد ما تعقدات بكلام الناس وسمعت هات وصخات بدك الشي اللي ذات بيا بباكم هاناء كتبكي وقالت بسباب بباكم انا بنت الحرام وكل شي كيشوف بيا بنا درا ناقصة وكينعتني ببنت الحرام وهات الشي اللي دفعني حتى انا نتاقم منكم وخام عندكم حتاش يدنك ولكنتو مولاد علي الراضي وخاصكم الدفعو تمان اغلاطو جادي قال قاح هاد المودة كنتي غير كتمتلي وهو يقول سيف مانطي يقشن هدشي ناوان هجمات على هاناء وقالت انتي اللي قتلتي لي يا ولدي المجريمة انتي دفعتها هاناء كتضحك وقالت كالنصحك ترجعي اللور والتبتي ولا هاد القرطاسة غنخرجها في راسك قالت رغد انتي كنتي بحال صحبتي وكتدي لي راسك كتعاوني في الوقت اللي كنتي كتغرقيني في بحر انتقامك قالت هاناء شفتك مصدومة ولا ولفتيني في دور خدامة اللي كتمسح وصخك وكتوكلك قليلة الترابي قال لي هاسيف ردي البال لكلامك وهي تقول هاناء انت اللي خاصك ترد البال لكلامك حيت من دابة جوية غلع بوحد اللعبة زوينا سميتها لعبة الموت وهي تقول اقبال شحال وانا كنت سنهد اللحظة قالت هاناء هادا نهارك ماما يوم انتي صارك على عدوك قال لي هاجاد ما مصدقش انا هاد شي كامل خرج من وحدة بحالك وهي تقول هاناء شنو شنو اللي ما مصدقش اخويا وهو يقول سيف ما نضمش انك غدا توصخي يديك بدمنا ودوزي باقي ايام حياتك في الحبس قالت هاناء باغي تقطر علي عجبني تفكيرك فعلا ايديا غايتوصخه بدمكو ولكن الحبس ماشي ليه حيت من بعد ساعة غدا نخرج من هاد البلاد وانتاجه للميريكان وهي تقول اقبال صافي انهي هاد الشي خلاص وخلينا نمشيه بحالنا مشى معاد وشد جاد وقال تحرك وهي تقول رغد معاد قالت نوال مستحيل تكون معاهم وهي تقول هاناء اه مصيد ما عرفتكمش على اخر غضوك مجلس انتقامه ردوان راجلي وهو يقول سيف ردوان قال جاد ده بعاد فهمتك النهار فاش ولدي تضرب بالقرطاص ماشي انا اللي ضربته حيت الفرديديالي كان خاوي وهو يقول معاد قال معاد باللادسي انا غادي نكمل فعلا الفرديديالي كان خاوي او رايان انا اللي ضربته وهز ايدو قال وبهاد الايد بالضبط ضربوا جاد ببونية وقال له اينا غادي نقتلك اليوم دفعوا ردوان وقال مع الاسا هادا ماشي يوم حقق وعندكم غير جوش ديال بقايق باش تختاروا بمن غنبدا حيت القرطاص بداك يسخن في هاد الفردي رغاد بلعات ريقها ودموحها على خدها والتخشات في السيف اما نوال فمن كثرة خوفها حتى هي شدات في ايد جاد وهي ملاسقة معاه كالترعات وهي تقول هانا جوش دقايق بزاف بداب رغاد وناوال حيت بغيت نشوف ولاد علي الراضي وهما كيتحدبوا قدام عينية ردوان دحك دحكا استفزازية ودار جهة السيف اللي قاع علوان الطيف دازو في وجهه وقال واحد جوش وقبل ما ينتقب ثلاثة صوت الطموبيل للبوليس تسمع وهي تقول هانا البوليس؟ قالت اقبال شكون هيطليهم؟ قال لهم سيف انتو مقبال ما تفكروا تفطرو فينا احنا تصحرنا بكم ودابا وداعا جاد بدك يدحك وقال مش يا بلا رجعة وهو يقول ردوان فين غدينخرجوا دابا فين؟ قالت لي هم هاناء تبعوني كين الباب دي الجردة في الكوزينة مشا ردوان وتبعتو هاناء بالجري ويقبال بغاة الطير وتعكلات بطالونها ومشيت كتجري وهي حفيانة وهي تقول رغد سيف تبسم لي هاو قال وعدتك بلي غادي نحميك ودابا ارنا كانوا في بوعدي وهي تقول رغد ولكن رهم هربوا شوية حتى دخلات هاناء اقبال وهو محادر راسهو قال جاد شنوقع؟ وهو يقول لهم سيف يكمل شات عليكم الطيار ودخل محاقيق موراهو قال المهم ما تمت بسلام وهو يقول له سيف شكرا على المساعدة حيت جاد واحد الجهاز الصغير مع اللقف قانيشته وقال تفضل شدها من عنده مروان وقال من اللي غا نحتاجوكم غا نعيطو لكم باش نكملو التحقيق في هاد القضية ودار اشارة بيدو الواحد الشرطي بشديهو هاناء بدتك تقول انا ما درتوالو ما درتوالو دفعها الشرطي وقال تحركي وهي تقول اخبار غا دفعو التمن غالي كان واحدكم غدا نرجع وغا نتاقم منكم واحد واحد وهو يقول جاد من بعد هاد الهضرة محال قاعو استرجعي قالت ناوال وردوان فينا هو وهو يقول مروان حاول يهرب ولكن شديناه وانتوما في امان دابا تبسم لي هوم ومشا خرج والشرطي اللي معاه جر هاناء اقبال وداهم السطافات رغد قلسات فوق الفطي وقالت الحمد لله يا ربي جاد ضرب ايد سيف وقال له خطة ديالك نجحات ما عندي ما نسألك وهي تقول ناوال ولكن كيفاش درتوال هاد الشي سيف قال داك النهار فاش قلنا ليكم بللي غادي انتبعوا اقبال احنا ما مشيناش عندها مشينا ديري كت المركز ديال الشرطة عاودنا كل شي المحقق مروان وحتى هو كان رأيه من رأينا وقال بللي الشخص اكيد غادي يكون واحد منا وبناتنا حيت عارف علينا صغيرة ولكبيرة وطلب ارقام جميع الناس لقراب لينا وكي تواصلوا معنا بشي راقبهم وحنا عطيناه رقم اقبال ومعاد وهناع وابقى كي راقب ارقامهم وقاعد تحركات ديالهم عرفهم من خلال المكالمات اللي كانوا كيواصلوهم ولكن ما قال لنا والو حيت خاف نمشي ونديروا ليهم شي حاجة وفي نفس النهار اللي كان غي شدهم هو ما صيف طولينا رسال وحنا مشي ندينا لهالرقم اللي جات منه ولكن كانت صدموا انه دايجة عارف شكون مولاهم وكي راقبوا وتعاون معنا وبغي شدهمهما متلبسين داك الشي علاج حط الجاد جهاز تصند وانا بالعاني اتصلت بكم وقلت باللي احنا عرفنا شكون وفي الوقت اللي كنت غادي نقول الاسم قطعت الخط حيتي الاهدرت انتو ما كنتو غادي تعاودوا كل شي المعاد وديك الساعة كانوا غي قادروا يديروا ليكم شي حاجة قبل ما نجي ومن بعد غادي هربو كيف ما خطو رغد بدت تتبكي وقالت هو اختي وهي تقول نوال عابير اختي مشات جاد شد في ايد نوال وقال اختك في امان وهي تقول رغد شنو وهو يقول سيف عابير ورين بي خير وموقع ليهم والو مشات عندهم رغد وعنقاتهم ودموها على خطها اما نوال فبقات جامدة في بلاستها لحقاش هادي مدة طويلة ما شافتهمش شافوا في نوال واستغربوا ومشاوا عندها وعنقوها اما سيفو جاد بقوا غير كي يشوفوه وممت بالسمين من بعد بقى تعاودوا البنات على اللي فاتهم وهم ابعدت على بعضياتهم عياو وكل واحد مشا ينعس في بيته طلعات رغد الفوق ودخلات ديري كتل بيتها وغير حطات رجليها فيها وبدات كتبكي دخل عندها سيفو وقال عرفتك غدا تديريها قالت ماشي الخاطر هاد شي اللي دزنا منه ماشي ساهل بدات سيف كيتقرب منها وكيدير فيها شفات حنان بدات كترجع اللور وقالت مالك بقى ساكت ومازالك يقرم منها حتى حصرها مع الحاد ومبقى عندها في نتزيب قالت سيف وهو يقول مبغيتيش تعرفي واش كسبتي الريهان وهي تقول اش منا ريهان وهو يقول لها مالكي تلفتي شنوق عليك بغاد تهرم منه وقالت غدا نمشي نشوف البنات مازالة مشبعت منهو مشا سد الباب وجرهل عندهو قال لبناتي قد ريت سنهو ولكن انا لا واليوم خاسنين شبع منك سيف قلبهو اخيرا حنع لرغت وبيين مشاعروا ليها وبيضلها نفس الحب وقروا انهم غادي سافروا بعيد بغاوا يخليوا كل شي موراهم ويبداوا حياة جديدة بعد ما تأكدوا من حبهم البعضياتهم وهكا كتسالي قصتنا اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر